تمرار الحرب البرية وبضراوة شديدة وظهور مجموعة من الفيديوات للمقاومة تبدو فيها شجاعة وبطولة وبسالة قل لها نظير في مواجهة أحد أعتى جيوش العالم بعض الإحصاءات تضعه أنه قد يكون الرقم الخامس كجيش كأقوى جيوش العالم أو على الأقل كل الإحصائيات تضعه ضمن أخطر عشر جيوش في العالم مع ذلك ما زلنا ونحن اليوم في اليوم المئة أو ستة عشر من التوحش البربري الصهيوني الذي جاء عقب سبع أكتوبر ما زلنا نشهد مقاومة صامدة وقد أخلطت كل أوراق الصهاينة لتتزايد الخصومات بينهم وهذه المرة تتصعد الخصومات داخل الحلفاء الحكومة أو الحلفاء المتحالفين ضمن ما يسمى بالحكومة فنتنياهو تحت الضغوط الأمريكية وضغوط أهالي الأسرى الذين حاصروا مكتبه حاصروا بيته ويشيطنونه في كل حين أنه يريد قتل أبنائهم وليس الإتيان بهم أو تحريرهم يجد نفسه أيضا تحت ضغط أمريكي متزايد فبايدن والإدارة الأمريكية تشعر بأن طول هذه الحرب بدأ يكلفها الكثير يكلفها على المستوى الأخلاقي، على المستوى الإعلامي، على المستوى الدبلوماسي ولكن أيضا وصل الأمر إلى المستوى العسكري ليس فقط بهجومات الحوثيين الذين يهاجمون السفن الأمريكية والبريطانية مما أدى في الحقيقة إلى قطع أكثر من ربع البواخر أو منع أكثر من ربع البواخر منحها أو هي امتنعت عن المرور على البحر الأحمر أدى ذلك إلى ارتفاع الديزل في أوروبا وعندما يرتفع الديزل في أوروبا فإن كل شيء يرتفع وفعلا بدأت الناس تشعر ببعض الارتفاع لكثير من المواد في أوروبا ليس في أوروبا فقط حتى في بلداننا الشمال الإفريقي كله في الغالب السلع التي تأتيه من آسيا فإنها يجب أن تمر على البحر الأحمر وعلى خالة سويس وهذا وضع الآن سيء وسيء جدا بالنسبة للاقتصاد العالمي والأمريكيين والغرب خصوصا ليس هذا فقط فقد وصل الأمر أن هاجمت مجموعة عراقية هاجمت القوات الأمريكية وأدى ذلك ضمن 165 هجوم الهجوم رقم 165 أدى إلى قتل ثلاثة أمريكيين وجرح العشرات الولايات المتحدة إذن وهي ترى نفسها أنها بدأت تدفع ثمن وحتى ثمن بالدماء فإنها تريد الآن أن تجد حل أن توقف هذه الحرب ولو مؤقتا وهي التي كانت تعترض تماما على هذا الأمر دعونا إذن ننظر في هذا وجدنا كيربي متحدد باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي يقول نسعى للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد في غزة نفس كيربي هذا اللي كان قبل أسابيع يقول لك ما فيش هدنة ولا نريد هدنة وإذا كانت هدنة تكون هدنة إنسانية لبضعة أيام فقط الآن يتحدثون أنهم يسعون إلى هدنة طويلة والحقيقة الهدنة يتحدثون لها رهي إما شهر إما 45 يوم على الأقل شهر على الأقل أو 45 يوم وقد تكون أكثر من ذلك هدف الهدنة كما يقول كيربي الطويلة هو إخراج أكبر عدد من الرهائن الإسرائيليين ولا نزال نجري محادثات بهذا الشأن المحادثات التي نجريها بشأن الهدنة ورهائن بناء ونعتقل أنها تصير افتجاز صحيح الوجوم الأخير في الأردن كانت وراءه إلى المقاومة الإسلامية في العراق والتي تضم مجموعات متعددة المهم فيما يتعلق بهذا الموضوع والحقيقة أن رئيس الوزراء القطري وهو في نفس الوقت وزير الخارجية ما زال موجود في الولايات المتحدة وقد قابل كبار مسؤوليها بما فيهم وزير الخارجية ومسؤول الأمن القومي وطبعا مسؤولين آخرين بما فيهم الـ CIA وغيره وهو موجود هناك وفي الغالب يتحدث نيابة إذا شئنا عن المقاومة طبعا هم يتحدثون القطرين كأنهم موسطاء وهم بالفعل يقومون بدور الوساطة ولكنهم يقومون بدور أكبر شوية من الوساطة فقيادة حماس اللي هي في الخارج الجزء الرئيسي منها والجزء الفاعل فيها هو موجود في الدوحة هذه الدوحة أو هذه قطر اللي هي من أصغر البلدان العربية لم تكن أصغرها الأقل من حيث السكان القطريين لا يزيدون عن 200 ألف شخص مع ذلك ونتيجة لوجود عقول تدير هذه البلاد مع تحفظنا على بعض سياساتهم خاصة كونها هي أيضا دولة وظيفية إلا أنها كونها ومع أنها دولة وظيفية إلا أنها أفضل داعم اليوم للفلسطينيين ومنذ سنوات طويلة في الحقيقة هي دولة قطر وفي حين أن دولة مشابهة لها اللي هي الإمارات فإن هناك تناقض مكامل وخصومة كبيرة بين هذين الدولتين صغيرتين على الأقل من حيث السكان لكن تأثيرهم سواء في الاتجاه الإيجابي أو في الاتجاه السلبي بنسبة للإمارات تأثير هائل وخطير هنا يطرح سؤال إنما تصبح هذه الدول الصغيرة على الأقل من حيث عدد السكان كما قلناه حيث أيضا المساحة في الاتجاه أين هي الدول الكبيرة فيما يسمى بالدول العربية؟ أين هو دور مصر؟ أين هو دور الجزائر؟ أين هو دور المغرب؟ أين هو دور سوريا؟ أين هو دور العراق؟ في الحقيقة لا شيء سفر بل قد تكون أدوار بائسة دور السيسي بائس جدا جدا الآن راح نشوفه جزء من بؤس تع السيسي هذا إذن قلت تستمر هناك المفاوضات اللي كانت بدأت وتعمقت في عدة دول وآخرها كانت فرنسا لكنها الآن ربما لأنهم يقتربون من وصول إلى اتفاق فذهبوا إلى واشنطن في واشنطن أيضا توجه لها بعض كبار مسؤولين صهاينا وعلى رأسهم وزير التخطيط الاستراتيجي كما يسمونه وهو عضو في مجلس الحرب في أوروبا وجدنا بوريل مسؤول الأمن والشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي وهو أكبر من أكبر المسؤولين الأوروبيين مع مسؤولية الكوميسيون كما يسمونها أو المفاوضية فوجدنا بوريل يقول جوزيف بوريل يقول إن ما يحدث إنه يتفق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريتش بأن ما يحدث في غزة هو جرح لضميرنا لضميرنا المشترك وأضاف في تغريدة على موقع X أن عمال وكالة الأونروا المنقد للحياة أنا عمل وكالة الأونروا المنقد للحياة هو العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة داعياً لمعالجة سريعة لمشكلة تورد بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر عدتنا في اللايب السابق وفي مرات اللايب السابق واللي قبل وربما أيضاً تحدث على وربما تبعته في أماكن أخرى على هذه الهجمة الشرسة الشديدة على المنظمة منظمة التي تسمى الأونروا وهي منظمة تعتني بالإغاثة الإنسانية للفلسطينيين وقد أنشئت بعد تقسيم فلسطين التاريخية وبعد نكبة فلسطين التاريخية ونكبة مئات الألاف من الفلسطينيين الذين هجروهم الصهائنة من أراضيهم من أراضي الفلسطينية اللي هي اليوم حيفا وتل أبيب واللد وغيرها ويافا وغيرها من المدن التي تسمى أنها مدن إسرائيلية هذه كلها كانت مدن فلسطينية وكان يسكن الفلسطينيين أساساً ولولا الاستعمار البريطاني الذي مكن للصهائنة ثم ساعدهم حتى وهم يحاربون فيه ساعدهم على تقسيم فلسطين التاريخية لما كان حصل لهم منذ ذلك التاريخ ونشئت هذه المنظمة الأممية تبع الأمم المتحدة ولكن قبل أيام بدأ عليها هجوم عنيف بدأه الصهائنة بدأه إسرائيل التي اتهمتها بأن بعض المنتسبين لها ومنظمة الأنروا لها آلاف المنتسبين آلاف المنتسبين يشتغلون معها من الفلسطينيين أساساً في الداخل الفلسطيني تهمت إسرائيل ما بين سبعة إلى عشرة أعضاء من الفلسطينيين الموظفين في الأنروا والموظفين يزيد عن سبعة آلاف أي أن هناك تهمت تقريباً بمعدد من كل ألف كاين واحد قالت أنه إرهابي وأنه شارك في أحدى السبعة أكتوبر طبعاً الكاين الصهيوني هذا يكره الأنروا هي شديدة حاول مرات عديدة خاصة نتنياهو على إغلاق مكاتبها على طرد موظفها لكنه كانت هناك دائماً دول خاصة في الغرب تمنع ذلك لأنه يقولوا أن الأنروا هذه ثبت الفلسطينيين في أراضيهم وأنه لو لم تكن هذه الأنروا موجودة لوجد كثير فلسطينيين أنفسهم في حالة سيئة جداً في حالة اجتماعية واقتصادية سيئة جداً مما يضغط عليهم للهجرة والكاين الإسرائيلي كل ما يريده هو أن يهجن فلسطينيين قصراً وقهراً أو رغباً من أراضيهم وبالتالي كان دائماً يتهم الأنروا وهذه داب لم يقول هذه الكلمة لكن يتهمها بأتهم باطلة لكن الغضب التاع الحقيقي منها هي أنها تثبت الفلسطينيين في أراضيهم الغريب أنه عندما صدر هذا الاتهام من الكاين الصهيوني الذي يكره هذه المنظمة كراهية المؤمن للشيطان ذهبت الولايات المتحدة بسرعة قررت الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا وفنلندا وفرنسا وبريطانيا واليابان وأستراليا وكندا إلى توقيف الدعم أو الأموال التي ترسلها للأنروا أكبر دعم للأنروا هي الولايات المتحدة بحوالي 227 مليون دولار سنوياً تأتي بعدها ألمانيا ثم سويسرا إلى آخرها لكن مجموع ما يدخل الأنروا هو في حدود المليار دولار يقلوا أحياناً يزيد أحياناً سنوياً لكنهم سارعوا إلى إيقاف هذه المساعدات وهذه الدول الغربية تشارك بأكثر من 60% من المساعدات للأنروا ربما أكثر قليلة حتى يعني في وقت صدر فيه حكم المحكمة العدل الدولية وهو حكم سيء بالنسبة لإسرائيل بشكل عام وإن لم يكن جيداً بشكل كامل بالنسبة للأحرار في هذا الوقت وفي وقت دعت فيه المحكمة العدل الدولية إلى المسارعة في إدخال المساعدات وفي وقت حتى الولايات المتحدة تزعم أنها تدعو إلى إدخال مزيد من المساعدات من جهة الكيان الإسرائيلي ومن جهة مصر السيسي في هذا الوقت يسارعون بمجرد وجود زعم بأن بعض أعضاها وهم يعدون على أصابع اليدين حتى بالاتهام الإسرائيلي إذا أخذنا به يسارعون إلى تعليق الدعم للأنروا قرجوا اليوم وقالوا أنه تعليق وليس توقيف نهائي حتى كتعليق يعني وكأنه رد فعل على محكمة العدل الدولية التي قالت يجب أن تدخل مساعدات وتدخل بأسرع ما يمكن المساعدات التي تدخل إلى غزة سابقا أو حاليا الجزء الأكبر منها تقوم به الأنروا هذه المنظمة أي أن الولايات المتحدة في الحقيقة تقول شيء وتفعل شيء آخر تماما وتستمع إلى خصم للأنروا ويكره الأنروا بمجرد أن يتهم دعونا نفترض أن هذا صحيح في العنظمة القانونية الغربية والعالمية كلها المتهم بريء حتى تثبت إيدانته فلماذا تقوم الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى أكتريتها مش كلها بالحقيقة دولة مثل إسبانيا رفضت ذلك دولة مثل نرويج رفضت ذلك بل أن إسبانيا قالت أنها ستضاعف المساعدات للفلسطينيين رئيس وزراها خرج اليوم وقال أنه بعث بعشرة ملايين دولار أخرى للأنروا لأنها في أمس الحاجة لها الحقيقة أن الموقف الإسباني الحكومي هو أفضل موقف أو قل هو أقل سوق لا نقدر نقوله أفضل هو أفضل موقف في أوروبا لأن كان بعض الموقف الأخرى معقولة في أوروبا مثل في النرويج مثل بلجيكا مثل هولندا مثل حتى لكسنبورج حتى مالطة الصغيرة دول الصغيرة الأوروبية عموما موقفها معقول ونقدر نقوله حتى حسن أو إلى حد ما بينما الدول الكبرى في أوروبا موقفها سيء وأحيانا مشرقة سيء كثير من الدول الكبرى الأوروبية والغربية مشاركة في الحرب بدعم الكيان الصغيروني بالأسلحة دعمه الديبلوماسي دعمه الإعلامي دعمه بمختلف طرق إذن قرينة والتي هي أساس كل نظام قضائي أن المتهم باري حتى تثبت إدانته لم يأخذ بها بمجرد أن قال الكيان الصغيروني الذي يكره الأنورو أن بعض أعضاها أو بعض موظفيها شاركوا في 7 أكتوبر سارعت هذه الدول التي تزعم أو التي تتلبس في الحقيقة يظهر أن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية مثل تلك الأفلام أو تلك المسرحيات أو اللي أحيانا يتلبس فيها أو يلبس فيها الممثل أو المهرج لباس معين الولايات المتحدة وهذه الدول الغربية تلبس لباس حق الإنسان وتلبس لباس الديمقراطية وتلبس لباس العدالة هذا اللباس صحيح حقيقي في بلدانهم داخلية ولكن خارجيا هو كاذب ويكاد يكون كاذب في المطلق فلا يؤمنون بعدالة ولا بحقوق إنسان ولا بدموقراطية ولا بشيء إلى الآخرين بل أن هذه الدول الكبرى أقدمت على مجازر رهيبة وما نراه من مجازر اليوم الصهاينة في غزة وهو في الحقيقة تمثيل ما استطيع أن نقول مصغر على وحشيته وعلى بربريته ولكنه يمثل جزء صغير من الجرائم الكبرى من الاستئصال اللي قامت به الدول الغربية الكبرى بما فيها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وحتى ألمانيا التي لم تكن تستعمل إلا بلدين أو ثلاثة ومع ذلك ارتكبت مجازر هائلة واسألوا أهل ناميبيا مثلا في أقصى الجنوب الإفريقي إذن هذه الدول الاستئصالية الاستعمارية في الحقيقة وهي التي أنشأت الكيان الصهيوني صنعت وتدعم هي سارعت إلى الحديث عن وقف دعمها للأنورة ونرى في الأرقام وجدت أن هذه الأنورة كما قلت يعني عموما دخلها أو ما يصلها مساعدات هو في حدود المليار دولار يزيد قليلا أو يقل قليلا ما هو مليار دولار بالنسبة للسعودية بالنسبة للسعودية مثلا مليار دولار هو بيع يوم واحد من البترول الآن البترول رأى تجاوز 90 دولار أو رأى في حدود 90 دولار يقل قليلا ويزيد في الحقيقة ما رأي شيء قل لهذه الأيام عندما يكون الدولار عندما يكون البترول بمئة دولار ونحن نقترب أنه هذه الأيام جاءت مرات وين فتناه مثلا في 2009 وصل إلى مبالغ إلى 147 دولار مثلا للبرميل الواحد مع حرب بوتين على أوكرانيا وصل إلى 120, 125, 130 دعونا نقول أنه متوسط انتاعه في 3 سنوات لأربع سنوات هذه هو مئة دولار أو يقترب مئة دولار بيع يوم واحد من البترول السعودي السعودية تبيع حوالي 10 ملايين برميل وأحيانا يصل إلى 11 مليون برميل يوميا يوم واحد من البترول الذي وضعه الله في أرض التي تسمى اليوم السعودية تسمى ظلما وعدوانا السعودية هذا أسم بذيء هذه كلمة بذيئة هذه الأرض هي أرض الحرمين وليست السعودية في الحقيقة لأنها تسمى على أسرة مجرمة أجرمت حق الإسلام والمسلمين إجرام عظيم بما فيهم أهل البلاد هناك إذن يوم واحد مما تبيعه من بترول حباه الله به تحت الأرض يغطي كل المساعدات الخارجية للأونروا يغطي كل ميزانية الأونروا يوم واحد من بترول السعودي اللي هي ما تعبت عليه ما تتعب عليها ما عدا استخراجه وأما هو فهو نعمة من الله وضعها في تلك الأرض هل سارعت سعودية التي تصرف صرفت ملايير دولارات في هذه السنوات الأخيرة ملايير دولارات على ما يسمونه بمواسم الترفيه أبدا أبدا في السعودية في الحقيقة لو كان في أيدي بن سلمان الأمر لا جعل من أهل غزة كلهم يغرقون ويقتلون وهو ليس وحيد بن زايد نفس النظرة بن سيسي نفس النظرة وآخرين إذن في الحقيقة الدعم الغربي للأونروا هو دعم كان دائما مشروطا كان دائما ضمن إطار بحيث لا يموت أهل غزة وأهل فلسطين من الجوع وكان ممكن لهذه الأنظمة لو كانت فيها أنظمة سوية هذه الأنظمة يتسمى أنظمة عربية أن تستغني عنه فما هو مليار دولار لا شيء بن سلمان اشترى اشترى كادر وبعد يظهر حتى هذا الكادر على أساس أنه المسيح طبعا حاشى المسيح أن يكون كتلك الصورة لكن رسمها واحد من الإيطاليين ثم اتضح أن الكادر اللي بعوهله الإطار اللي بعوهله بأكثر من أربعمائة مليون أورو اتضح أنه مزور بن سلمان اشترى يخت بما يقارب خمسمائة مليون دولار اشترى قصر في فرنسا بأكثر من 360 مليون أورو يعني مليار دولار اللي كون يبعثها إلى الأونر وهي عبارة عن صرف من العبث اللي إمارسو بن سلمان على سبيل المكان لكن الغرب في الحقيقة اللي كما قلت عنده ويعمل بقرينة أن المتهم بريح حتى راح يضغط وفي ذلك في الحقيقة أنهم وإن رحبوا بقرار محكمة العدل الدولية إلا أنهم في العمق فهموا أن هذا القرار سيء لإسرائيل ولدائم إسرائيل سيء خاصة على المدى المتوسط البعيد ليس الآن فقط مع إمكانية أن القرار قد يصدر في المستقبل بإيدانة هذا الكاين الصحيوني بالإبادة الجمعية كما نعرف المحكمة العدل الدولية هو قرار هذه المرة كان فقط حول الإجراءات أو التدابير لكي لا تكون هناك إبادة جمعية لأن هناك شبهة الإبادة الجمعية التي تبنتها المحكمة بطلب من جنوب إفريقيا إذن بلومبرغ تقول أن سعار الديزل سترتفع في أوروبا أو ترتفع الآن في أوروبا بسبب الهجمات على البحر الأحمر وفي الوقت للحوثيين الناس طبعا عندهم موقف من الحوثيين فالحوثيين دعنا نقوله داخل اليمن ارتكبوا شرائم هذه حقائق يجب أن تقال لكنهم الآن يقفون موقف يراه ترى الشعوب كثير من شعوب العالم وخاصة الشعوب المسلمة ترى أنه موقف صحيح وهو أنه هذا الموقف يقول بأنه سيهاجم تلك السفن التي تذهب إلى الكيان الإسرائيلي ما دم هذا الكيان يمنع الأكل والشرب والماء وليس فقط يقتل الفلسطينيين وهن لغزة إذن هذا الموقف الحقيقة وجدنا مقابل موقف آخر وهو موقف الإمارات والسعودية والمرتاز قنطال أردن اللي يمثل يقوم بتمثيليات على أساس أنها يلقي طعاء يهبط من شعرف أدوية إلى آخره إلى غزة وطائرات ومر قام بها هو نفسه إلى آخره هذا سليل الخيانة هذا اللي يسموه الملك عبد الله مشارك معه بن سلمان وبن زايد في نقل المواد الغذائية من الإمارات إلى الكيان الإسرائيلي لأن كثير من المواد بدأت تختفي من الأسواق الإسرائيلية بعد الحصار الحوثي عليهم في الوقت اللي الكيان صنوني يمنع كل شيء عن غزة تقريباً ويقتل أهلها بشكل فضيع معدل الذين يقتلون شهداء بإذن الله هذه الأيام في حدود 160 إلى 180 يومياً مع مئات الجرح واليوم لعلكم تابعتهم الأخبار التي تحدثت على وجود ثلاثين فلسطيني وجدوهم مع صبيل أعين مكتوفي الأيدي وقد قتلوا ووضعوا في أكياس بلاستيكية ورموا كأنهم زبالة عزكم الله ثلاثين هذه في عرف القوانين الدولية وفي كل القوانين وفي كل الشرائع هذه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب في الوقت لمحكمة العدل الدولية دعت هذا الكيان أن يتوقف وأن ينتبه أن يرتكب أي جرائم حرب لقد تدخل في جرائم الإبادة أيضاً يقدم على ذلك الفلسطينيين إذن استخرجوا من القمامة حوالي 30 من الرجال فيهم بعضهم حتى كانوا أطفال وقد كتفت أيديهم وعصبت أعينهم وقد قتلوا بدم بارد نفس الكيان اللي قتل أول أمس في صابحة أول أمس أو أمس في صابحة أمس الحقيقة فجر أمس اخترق بما يسمى بكتيبة المستعربين مجموعة من المستعربين وبالمناسبة المستعربين ربما من بعض منهم شوف التعليق ورسل لي قال هؤلاء العرب شوف كيف يقومون ويقتلون إخواناً فلسطينيين لا المستعربين ما همش عرب المستعربين هم صهاينا هم إسرائيليين قد يكون معهم بعض البدو اللي يخدموا في الجيش الإسرائيلي قد يكون لكن المستعربين هي كتائب خاصة أن شاء الكيان الصهيونية عرفوا يتحدثوا العربية جيداً أشكالهم وألوانهم كأنهم عرب اختاروهم من اليهود اللي جاءوا من اليهود الشرقيين أساساً وليس من اليهود الغربيين وهذه الكتيبة كتيبة المستعربين دائماً تقوم لأنهم يظهرون كأنهم فلسطينيين ويتكلمون اللغة العربية باللكنة الفلسطينية وباللهجة الفلسطينية كما هما تماماً إذن هم هؤلاء في الغالب إسرائيليين يهود ومعهم كما قلنا بعض العرب وهم يخدمون في الكيان الصهيوني قاموا هؤلاء بقتل ثلاثة من الناشطين الفلسطينيين داخل مستشفى في جينين هذه جريمة حرب ويرتكبونها في الوقت في مدة الشهر لطلبت منهم محكمة العدل الدولية ما يعني أنهم لا يهتمون لا بمحكمة العدل الدولية ولا هم يحزنون ما دام الغرب يدعم الكيان الصهيوني فهذا الكيان لن تتوقف جرائمه أبداً بل وجدنا أن الآن أنظمة تسمى أنها عربية تدعم هذا الكيان ومثال نقل المواد سواء من البحرين مرن بالسعودية والأردن إلى الكيان أو من الإمارات خاصة وقالوا أن بالعكس هذا الطريق البري قلل من الوقت وقلل من المصاري مقارنة مع الطريق البحري شعوب ترى وشعوب نره ترى في هذه الأنظمة الإجرامية ما تقدم عليها سواء هذه الأنظمة المتعاونة والمتآمرة ضد الفلسطينيين علناً أو أولئك الذين يسعمون أنهم مع الفلسطينيين وهم أكذب الكاذبين وجدنا أيضاً اليوم خبر وهو خبر يبدو كأنه غريب أن يكون في هذا الوقت بالذات ولكن هذه البراجماتية الأنبلوسكسونية هذا الخبر ظهر في الحقيقة أمس وأنا عندما قرأت تفاجأتي قليلاً ولا تنقلت هذه البراجماتية ظهر أولاً أمس على لسن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون ديفيد كامرون قال أمس من أن بريطانيا تفكر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وليس فقط اعتراف ذاتي وإنما تنقل هذا الاعتراف إلى الأمم المتحدة بحيث يكون أكبر عدد ممكن الدول اللي ليش معترف بها تعترف بها كان هذا الموق بريطانيا أمس وواضح أنهم نسقوه مع الأمريكيين لأن الأمريكيين يخرج اليوم الخارجية الأمريكية تقول متحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول أثرنا مع إسرائيل مسألة إنشاء منطقة عازلة في غزة ونعارض أي تقليص لمساحة قطاع غزة أرسلنا أبلغنا إسرائيل أننا لا نريدها الاستلاع أو أبلغتنا إسرائيل أنها لا تريد الاستلاع على قطاع غزة نسعى لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة مع ضمنات أمنية حقية لإسرائيل هناك عدة طرق للوصول لهدف إقامة دولة فلسطينية ونبحث مجموعة من الخيارات ونناقشها مع حلفاء فتذكرون أنا قبل حوالي أسبوعين قال هذا الكلام بشكل شوية موارب ولكن بنفس المعنى تقريبا قالوا بايدن عندما سئله وقال أنه ممكن تقوم دولة فلسطينية بدون جيش وأن هناك دول في الأمم المتحدة ليس لها جيش الحقيقة هم الآن البراجماتية نتاعهم خلتهم يفهموا جيدا أن قيام دولة فلسطينية بمواصفات يضعونهم وبشروط يضعونها هم أحسن من أن تقوم هذه الدولة بعد فترة معينة بإرادة فلسطينية حقيقية مدعومة من بعض الدول المحبة للفلسطينيين وشعوب كثيرة في العالم محبة للفلسطينيين أي أنه يتم إفراغ مفهوم الدولة الفلسطينية من معنى ومكانوا دائما يفرغون هذا المحتوى لأن حديث الدولة الفلسطينية هذا رح يتردد منذ أوصل 93 لكنهم الآن يتحدثون عليها أكثر فأكثر لماذا يتحدثون عليها أكثر فأكثر أولا لصمود أهل غزة ثانيا لصمود الأسطوري للمقاومة التي لم يستطعوا القضاء عليها بعد 116 يوم اليوم خرجت فيديوهات كثيرة جدا للمقاومة تظهر ضراوة المعارك وبسالة هذه المقاومة الأمر الثالث يرون أن قيام دولة فلسطينية وفق شروطهم خاصة في هذه الظروف لأن أيضا هم لا يضمنون بعد سنوات كيف ستتغير الأمور على الساحة الدولية أو حتى على الساحة العربية مع احتمالات سقوط لأنظمة موالية وتابعة لهم خاصة نظام السيسي فالحديث الآن وكأنه يفرق غضب الشعوب شعوب الغرب شعوب العالم عموما من محتوى وأيضا أن تقوم دولة فلسطينية ضمن ميليشيا بالحقيقة موسعة ولكن تسمى الدولة الفلسطينية بدل ما تسمى السلطة الفلسطينية فهذا يرون أنه قد يكون مفيد والحقيقة أنهم يرون أن دولة مثل مصر عندها مليون مسلح في الجيش وحده ناهيك عن مئات الألاف الآخرين اللي يشتغلون قبرجية وشرطة وإلى آخرهم ماذا تقوم مصر اليوم تقوم بأسوأ دور ممكن أن نتصوره لدولة مثل مصر عبر التاريخ ماذا تقوم السعودية اللي هي أغنى دولة في العالم الإسلامي من البترول طبيعة الحال تقوم بواحد من أقدر الأدوار اللي ممكن يتصورها مسلم أن يكون حاكم الأراضي المقدسة يقوم بهذه الأدوار ماذا تقوم دولة المسخ الإمارات أو حتى سليل الجواسيس عبد الله ملك عبد الله كلهم يقومون بحماية الكائن الصهيوني حتى بشار الذي ذبح شعبه وأرض محتلة الجولان لا يطلق رصاصة واحدة رصاصة واحدة لا يطلقها على الكائن الصهيوني بل سجن مئات الفلسطينيين في السبعينات والثمانينات والتسعينات والألفين لأن ربما البعض منهم كان يفكر أن يخترق الحدود ويذهب ليقاوي هذه أنظمة وظيفية كلها كما قلنا لكن بعضها أبشع في عمالته وفي خياناته أبشع بكثير فالأمريكيين والغربيين يقولون الإسرائيل يحاول يقنعهم ماذا يضركم بالعكس سينفعكم قيام دولة فلسطينية خادمة لكم وهذا سيضعف المقاومة وهذه الدولة انظر ماذا تفعل ميليشيات عباس في الضفاء الغربي ميليشيات عباس هي التي تحمل كاين الصهروني إلى درجة يخرج وزير الدفاع وهو أحد خبثاء الصهاينة ليقول لسفهاء الصهاينة مثل سموت ريتش وبنغفير وغيرهم أنتم لا تفهمون السلطة الفلسطينية مصلحة إسرائيلية السلطة الفلسطينية تقدم لنا خدمات أكثر مما تعين الفلسطينيين وانهيار السلطة الفلسطينية إذا لم ندفع لها مالا من ضرائب ضرائب تعل الفلسطينيين سيؤدي إلى أن الكيان الإسرائيلي سيحتاج إلى آلاف ربما عشرات الآلاف من العناصر الإسرائيلية لحفظ الأمن أو قل لممارسة القمع في الضفة الغربية مع ذلك نيتنياهو ومنذ أن وجد على الصحة السياسية الإسرائيلية قبل أكثر من أربعين عام يقول أنه ضد الدولة الفلسطينية وطبعا الآن الحلفاء اللي لديهم شعبية تتصاعد مثل بنغفير وسموت ريتش يقولون ذلك أيضا لأنهم هؤلاء كما قلت أقرب إلى أنهم صفهاء الآخرين حتى داخلك الإسرائيلي أو دعميهم اللي يقولوها في الغرب هم فهمين بخبث أنك ممكن أن تصنع هذه الدولة على أعينك وأن تضع نظام يخدمك ويخدم الكيان الإسرائيل ونظام السيسي أكبر دليل لكن خوف الكيان الصهيوني دائما هو أن يحدث إذا قامت دولة فلسطينية حتى بعملاء أنه تجي لحظة معينة وأن ينهار النظام اللي يكون قائم فيها مثلما نهار نظام مبارك عندما نهار نظام مبارك كانت دولة صهاينة ودعمها في أشد الظروف عصبية وقلقا ونتبعت آنذاك في 2011 2012 كيف كانوا يخرجوا أحياناً ويصرحوا قلقين جداً من ربع الشعوب أو الربع العربي كما يسمى قلقين جداً 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 منه وبالفعل عمروا وتواطعوا وتعاونوا مع الإمارات والسعودية ومن وراءهم بعض الجهات الغربية وأسقطوا النظام في مصر النظام الشعبي الذي جاء عقب الثورة أو انتفاضة 2011 لمرة الأسبوع لها منذ أسبوع مرت تقريباً قبل ستة أيام مرت الذكرى الثانية عشر وأعادوا سياغة الموضوع كلية وجاءوا بأسوأ من الكنز الاستراتيجي السابق مبارك جاءوا بأحد أكثر حكام مصر عبر التاريخ إذا لمش هو أكثرهم أكيد هو أكبرهم وأكثرهم وأقدرهم في خدمة السعرينة طبعاً مصر تمر بظروف عصيبة جداً هذه الأيام ونحن لسنا بعيدين على ثورة جياء هائلة فيها ربما هذا كاشنهار نتكلم عليه نعود نرجع له لأن هناك تطورات كثيرة في مصر هذه الأيام والجوع يأكل الملايين من المصريين ملايين من المصريين يعيشون حالة سيئة جداً 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 يعني ليست بعيدة كثيراً عن الفلسطينيين لكن الفلسطينيين على الأقل يقاوموا وعارفين أنهم يدفعون ثمن المقاومة المصريين اليوم اللي يراهم الأسعار ترتفع عندهم بشكل رهيب أكثر حتى من عندنا في الجزائر بكثير للأسف توقفوا عن المقاومة فإذا بهم يدفعون ثمن رهيب إذن الولايات المتحدة تتحدث على إمكانية أن تعترف بدولة فلسطينية وأن يكون هذا الاعتراف الآن ربما مباشرة بعد نهاية الحرب وسبقتها في الحديث الرسمي عن ذلك بريطانيا قرق وزير خارجيتها وستتبع ذلك دول أوروبية كثيرة كثيرين يعرفون ويفهمون أن قيام دولة فلسطينية ووضع سلطة مثل سلطة عباس أو سلطة السيسي أو سلطة جنرالات لدينا أو سلطة بن زايد أو هي في خدمة الكيان الصهيوني لكن الجناح المتطرف جدا داخل هذا الكيان لا يقبل بذلك حتى أن حزب الليكود الحاكم في إسرائيل تهم زعيم المعارضة يقير لبيد بأنه يدفع باتجاه انهاء فوري للحرب على غزة دون تحقيق انتصار ولماذا الليكود حزب نتنياهو يتهم زعيم المعارضة لبيد اللي في الحقيقة قال له أمس بأنه إذا انسحب حلفائك من الحكومة ثلاثة أحزاب رئيسية مع نتنياهو أساسا فنحن قد نشكل لك سنشكل لك شبكة أمان بمعنى قد نلتحك بالحكومة حتى لا تسقط وهذا شجع نتنياهو بالرغم من أن الحزب حزب الليكود هاجم زعيم لعير هاجمه في نقطة أن يكون هنا اكتفاق مع الفلسطينيين تحت أي مسمى بما فيها انهاء الحرب تحت أي ثمن باش يسترجعوا الرهائم نتنياهو صرح ليوم وقال من أنه داهب إلى صفقة لا تضر أمن الإسرائيلي في المطلق وتخدم أهالي الأسرة حتى وإن سقطت الحكومة بمعنى نعطى إشارة من أنه قد يقبل عرض المعارضة المعارضة بأن تنضم إلى حكومته إذا ما خرج منها خرجت منها أحزاب السهلونية الدينية وبهذا في الحقيقة يضغط أيضا هو على حلفاء اللي رمي هد فيه بأنه بمجرد أن يوقف الحرب ينسحبون من الحكومة أمريكا هنا مرة أخرى نرجع إذن لأمريكا وما قالته حيث نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن وزير الخارجي أنتوني بلينكين طلب من الخارجية بحث خيارات بشأن اعتراف أمريكي محتمل بدولة فلسطين بعد الحرب وقال أيضا بأن المسؤولين في إدارة بايدن يعتقدون أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون الخطوة الأولى إذن على الرغم من أن الدول الغربية والأرسل والمتحدة تريد صناعة دولة بدون أنياب بدون جيش وأقرب إلى أن تكون سلطة في خدمة الكائن الصهيوني إلا أن من إيجابيات 7 أكتوبر إذا شئنا من دواعي أو تدعيات 7 أكتوبر هو أن الغرب الذي كان لا يهتم بالقضية الفلسطينية إطلاقا وسكت عن موضوع الدولة ويعود لها الآن لأنه يفهم أو لأنه فهم بأن 7 أكتوبر قد تتكرر وأنه لا يستطيع دائما أن يحمي هذا الكيان وبالتالي من الأحسن إنشاء دولة تخدمه بدل ما تكون دولة ضده أو على الأقل مقاومة ضده تستمر في غزة وربما أيضا تنتشر إلى الضفة الغربية وكيل أممي إسرائيل ترفض دخول مساعدات لغزة لأسباب غير واضح مارتين جريفت ربما الكثير ممكن يسمعون به ويعرفونه وهو أحد كبار موظفي الأمم المتحدة وكيل الأمم العام قال إن إسرائيل ترفض دخول كثير مساعدات لغزة لأسباب غير واضحة وأننا نواجه رفضا متكررة من إسرائيل لإدخال موض إلى غزة وهي في أشد الحاجة إليها لأسباب غير واضحة وغير متسقة وغير محددة الأمم المتحدة بالحقيقة تحاول تحاول إدخال المساعدات تحاول مساعدة الغزويين للشتاء أضر بهم سقوط الأمطار شفت بعض الصور لعل بعض منكم شافها بعض الفيديوهات أطفال صغاري ينامون في الوحل ينامون في الوحل مكانش مكانش أين ينامون وخيم أحيانا خيم من البلاستيك وأي شيء حاول الأباء أو ما بقي من الأباء أن يقوم به وحتى عندما تدخل بعض الخيم وتصل من بعض الدول شوفوا وش يدير المجرمي مجرمي السيسي شوف هذا التصريح لهذا الفلسطيني وشيقول شوف هذا الفلسطيني وشيقول هذا كما ترونه شاب فلسطيني يقول أنه شرى الخيمة واللي هي مكتوب عليها مساعدات قطرية شرىها بما يعادل 800 دولار 3000 شيكل الشيكل هو لمن يعرف هي العملة عملة صهاينة وهي العملة اللي مستعملة في الضفة الغربية وفي غزة يعني هناك عشرات الدول اللي أرسلت مساعدات هناك عشرات الألات من الأطنان من المساعدات اللي متوقفة على الحدود مصر مع غزة جزء تمنعوا إسرائيل أكيد وجزء يدخل بعض الجزء الذي يدخل لا يقدم كمساعدات وهو جاء من دول مساعدات إنما أدناب السيسي يفرضون على الناس بأن يدفعوا أموالا هذا دفع لخيمة 800 دولار هناك ما هو أبشع من ذلك هناك ما هو أبشع من ذلك خلنا نسمعوا هذا المقطع وشيقول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أولا هذا تفاصيل المجزرة اللي كلمتكم عليها أنتع 30 30 شهيد بإذن الله ألقاهم في في الكياس للزبالة عزاكم الله شوفوا تقول عليها أنا في مدرسة حمد بن خليفة التي تم اكتشاف جريمة جديدة فيها يومامس القصة باختصار أن الناس وهم يقومون بتنساهل هي الساحة تحديدا دخلت جرافة فرفعت كومة رمل هناك هنا تحديدا واكتشفوا معرفع من الجثامين تبين لاحقا أن عدد الجثامين يزيد عن 30 جثمان في التفاصيل الجثامين موضوع داخل أكيا السوداء و مربوطة ب مرابط بلاستيكية مكتوب عليها لغة الدينية لكن داخل هذه الجثامين فتحوا جثمان واحد لأنه كان هناك رائحة سيئة وتحلق لهذه الجثامين تمكنوا من فتح جثمان واحد فقط وجدوا مكفا بالأبيض وهذا ما يرجح سيناريو أن الاحتلال قام بأخبي من هذه المقبرة التي هي مقبرة مؤقتة تم عملها اضطراريا بالقرب من مستشفى الأندونيسي الذي يتواجد خلف هذه المدرسة تماما مباشرة إذن هذا على قضية الجثامين خلنا نشوفوا ما تقوم به مخابرات السيسي والكوارث التي يقوم بها أسمعوا شيء قول فضيحة جديدة لشركة العرجاني ومخابرات السيسي في معبر رفح مؤسسة خيرية دولية تقدم مساعدات طارئة في الحروب والمجاعات والزلازل بأنحاء الشرق الأوسط تضطر لدفع خمسة آلاف دولار عن كل شاحنة إغاثة لقطاع غزة لشركة العرجاني المرتبطة بجهاز المخابرات المصرية المؤسسة الدولية فضلت عدم كشف هويتها ليستمر عملها الإغاثي وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي الأمريكي لقد عملنا في جميع أنحاء العالم بأوقات الحروب والزلازل والكوارث الأخرى لكننا لم نعامل بهذه الطريقة من قبل دولة تتربح من إرسال السلع الإنسانية إن هذا يستنزف الكثير من مواردنا لأن الرشوة تدفع عن كل شاحنة المؤسسة الدولية تدفع 5,000 دولار عن كل شاحنة تخيلوا كل شاحنة تدخل لغزة هناك تضييق صهيوني وهناك تضييق جماعة السيسي 5,000 دولار وهذه منظمات في الغالب منظمات خيرية إضافة إلى هنا هناك أيضا دول والدول في الغالب ما تدفعش على الرشاوي وبالتالي ما تدخلش المواد للفلسطينيين لأن الدول اللي تعود مرتبطة المساعدات المرتبطة بدول الدول في الغالب تخاف موظفية يخافوا من دفع الرشاوي لأن هذا في أنظمة الدول يعتبر جريمة ليس هذا فقط كل فلسطيني الآن كانوا في البداية بدأوا يطلبونهم 3,000 دولار 5,000 دولار الآن ما بين 7,000 و 10,000 دولار عن كل فلسطيني يريد أن يغادر القطاع بما فيها لو كان يكون مقطع ويحتاج عملية جراحية كثيرين ماتوا في معبر رفح لأن أهلهم لم يجدوا 10,000 دولار باش يدفعوها باش يغادروا القطاع حكم العسكر لكن أنا لا أستغرب ذلك وقد كتبت هذا عدة مرات وقلت عدة مرات إن جنات مصر الذين قتلوا المصريين نساء ورجالا وأطفالا كثيرين منكم شاهدوا ذلك على المباشر قبل عشرة أعوام في صيف 2013 والذين مرت الجرافات والدبابات على أجسادهم طبيعي جدا أن يتصرفوا مع أهل غزة بهذه الطريقة إنهم حثالة الحثالة نفس الحثالات التي لدينا واللي قبل 30 سنة أكثر قليلا سواء في أكتوبر 88 أو في جوان 91 مرت الدبابات الدبابات نزار المجرم يومها المقبور نزار على أجساد الأطفال وقتل أطفال 5 أكتوبر بالرصاص وأحيانا مرت عليهم الدبابات والذين كانوا يتواجدون في خيم في بداية جوان 91 فيما عرف آنذاك بالعصيان أو بالإضراء بالعام مرت عليهم الدبابات حولوا الجيوش إلى عبارة عن ميليشيات في خدمة الأنظمة وليس جيوش في دفاع الشعوب والبلدان ولذلك عندما فشلت الانتفاضة المصرية تحول التغول الإسرائيلي تحول التغول السيسي إلى عملاء الصهاين وقتل للمصريين وللفلسطينيين نفس نظام السيسي اللي قتل العشرات داخل الأنفاق التي كانت تحرر منها السلع إلى غزة نفس نظام السيسي اللي قتل الآلاف من أهل سناء وكأن فيديوهات شفناهم قبل سنوات تدمي القلوب ولا أقول تبكي العلون هذه هي الأنظمة القهرية تحول لك الدولة أن تصبح ضد المجتمع ضد الشعب ضد أبناءه وتأتي بأبناء الشعب وتدخلهم إلى الأجهزة الأمنية والقمعية والعسكرية ويحولونهم إلى وحوش ضد أبناء بلدهم هذه الأجهزة الجيوش لن تحمي أوطانا أبدا هذه الجيوش تنهار في أول هجوم خارجي وقد شاهدنا ذلك من قبل أرى أن الوقت يزحف علينا قد أتوقف هنا ربما فقط نشير إلى موضوع أو موضوعين اليوم أو أمس هذا الخبر أيضا هذا الخبر أيضا كان أمس قلينا نشوفوه لأنه دائما على الأقل في حالات معينة السلام عليكم لو أن أو مزيج من الاثنين وأنتم تقررون شعب أو دولة يعامل شعبا آخر بالتهجير وبالتدمير وبالسلب وبالقتل لهذا الشعب الأصلي حتى لو أن هذا الشعب لديه ارتباط أو تقارب تاريخي فهو شعب محتل ودولة إسرائيل دولة احتلال وهي دولة تقتل عندما شاهدنا هذا المقطع سمعنا كلاما مختلفا على المجتمع الإسرائيلي كنا نسمع فيه نتنياهو هذا اللي كان يتحدث هو عضو في الكنيست البرلمان الصغيوني البرلمان الصغيوني كما قلنا في 120 فقط وهذا اسمه عوفر اسمه عوفر كسيف وهو من حزب الجبهة العربية بالرغم من أنه ليس عربي هو يهودي إسرائيلي وهو عضو في هذا البرلمان أمس قرروا طرده من البرلمان أو من الكنيست بنسبة عالية ما زال ما يتم الطرد لكنهم على أبواب أن يطردوه لماذا؟ لأنه قال هذا الشخص وشفتوه أمامه عالم الصهاينة وداخل البرلمان تحم كان يهاجم فيهم ويدافع الفلسطينيين وهنا في الحقيقة لماذا أردت الحديث عليه؟ باش يعرفوا الناس أن هناك دائما استثناءات حتى ضمن هذا النظام الصغيوني هناك استثناءات هناك مواقف هذا اليهودي اللي هو صغيوني في الأصل لأن الذين يؤمنون بإسرائيل أو بالكاية الإسرائيلي هم صحيحين بالطبيعة هذا هو التعريف أفضل مليون مرة من مواقف السيسي وجنرالاته ومخابراته من مواقف بن زايد ومخابراته وأدنابه وأتباعه وأقلامه من بن سلمان وأدنابه وأتباعه وعسكره إلى آخره مليون مرة هذا يتم طرده ودخيله أنه يخرج ويواجه كل أولئك المتطرفين في برلمانهم وهو منهم يهودي منهم وبلغتهم شجاع بعد أن هو عنده أكثر من 30 سنة هذه المواقف تاو لكن بعد أن وقف مع جنوب إفريقيا في قضيتها كان الموقف منه أصبح نهائي من هؤلاء وقرروا إذن طرده القرار لن يكون نهائيا إلا إذا وفق عليه 90 من أصل الـ 120 أي 3-4 وإذا حتى تم هذا الطرد فإنه يستطيع أن يرفع قضية إلى المحكمة العليا وقد تعيد المحكمة العليا لأن الكيان صيوني هذا برغم من دائما الإنصاف جيد عندهم قضاة فيما يتعلق بيناتهم هم ما عندهم مش قضاء التليفون فيما يتعلق بيناتهم هم عندهم قضاة كثيرا ما ينصفون بعضهم البعض والقضاء في الكيان الصيوني هو واحد من أقوى الأجهزة إن لم يكن أقوىها على الإطلاق وهذه المواقف الحقيقة تبين أنهم كما قال رب العزة قبل 14 قرن ليسوا سواء عندما جاء يصف أهل الكتاب قال ليسوا سواء بل أنه في بعض الآيات ذكر أن من قوم موسى أمة يؤمنون بالله وبالخير يهدون ويهتدون إلى آخر إلى آخر فيما معاني الآية الكريمة وعلى ذكر الآية الكريمة وربما بهذا نختم هذا الملف لأنه كنت أريد أن أعود لهذا الموضوع بشكل مطول لكن ما تفنش الوقت لهو موضوع ناصر الألباني الشيخ ناصر الألباني رحمه الله قبل يمكن حوالي خمسة أو ستة أسابيع جاء في حديث اللايف انتقاد شديد انتقدته بشدة انتقدته بشدة لأني طلعت على فتوى له تقول بأنه أفتى قبل وفاته وتوفى رحمه الله كان قد أفتى أو طلب من الفلسطينيين أن يغادروا فلسطين قال لهم تحت الاحتلال غادروا فلسطين هذه ولما تكون عندكم القوة عودوا إلى آخرها وهذه الفتوى طبعا يستنكرها كل عاقل فما بالك إذا كان يعرف الإسلام جيدا ويفهم الإسلام جيدا لكنها من بين العثارات وربما العثارات الخطيرة لناصر الألباني والحقيقة أن هذا أزعجني كثيرا جدا أن يكون هناك شخص مثله معروف بعلمه وأنه عالم خاصة في موضوع الحديث هو يعتبر من أعلم علماء العصر الحالي في الحديث النبوي وهو متخصص فيه جدا ومخرج للحديث فأزعجني جدا أن يرتكب هذه الحماقة أو هذه الخطيئة أن يطالب من شعب محتل بدل أن يطالبوا بينه وقاوم يطالبوا بينه وغادر هذا مش إسلام ما عندهش علاقة بالإسلام هذا الفتوى وكنت قد استمعت له من قبل إلى بعض المقاطع من زمان يعني لحيث أنه تقريبا يسكت على الطغة ويقول لك ولو ضرب ظهرك ولو أخذ مالك وحتى أسألت واحد من أخواننا اللي كانوا أرسلوه أخواننا السعوديين أرسلوه هذا الأخ الفاضل لا أذكر اسمه لأني ما استأذنتش منه ربما مش عارف إلى هذا الموضوع راه معلن أو مش معلن فأرسلوه له في الأردن حيث أقام ومات في الأردن وهو نصر الألباني ولد في سوريا ولكن أصول الحقيقية هو ألباني بالمناسبة ومن ألباني ولكنه ولد وعشى في سوريا وقت طويل ثم سافر إلى السعودية ولم يطل بها المقام فقد هجمه الكثيرين هناك وعاد وقام في السعودية ثم انتهى به الأمر في الأردن وأعتقد أنه مات في الأردن فكانوا بعض أخوان السعوديين بعض أخوان المعارضين لما كانوا يسمعوه على قضية ولو لازم طاعة للحاكم أرسلوا له أحد الأفاضل وهو فلسطيني ورح زاره ما استقبلوا شي بيته لكن اتصل به في الهاتف وقال له أنهم يقولون لك كيف تقول هذا الكلام وكيف طاعت النظام السعودي إلى آخره قالوا نعم عليهم أن يسمعوا ويضيعوا ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك هذا بما أني كنت عارف هذا الموضوع من قبل كان خلاني أني انتقدت بشدة والحقيقة أني لما بحثت أكثر وانا كنت وعدت إخواني أن نبحث أكثر كنت أريد أن أأتي بي كثير من الأشياء وما قالوا فيه الناس وما قال هو إلى آخره لكن لأن الوقت يضغط عليه دائما خلوني نقول هذا الكلام الآن وإذا توفر لي وقت قد أقول الكلام آخر في مستقبل وهذا الكلام هو كالتالي هو أن أولا من ناحية الدينية أنا لست نظير أو لي أنا لست متخصص في المسائل الدينية لكن أنا أفهم الإسلام وأفهم الإسلام أن أهم ما في الإسلام بعد التوحيد بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله هو العدل وأن جاء الإسلام كله ليقوم العدل بل أن لا إله إلا الله هي عدل لأن خالق الأكوان وخالق كل شيء من العدل من العدل أن يعبده من استضع من استضع إليه سبيلا وأن رمضان قد لا تسوم إذا كنت لديك عذارك خاصة إذا كنت مريضا إلى آخرين الدين في الحقيقة يسر وإن كان بعض الناس قد يعقدونه أحيانا ويضغطون على الناس إلى آخره لكن أهم هذه عبادات هذه الطقوس مهمة جداً بدونها لا يستقيم الأمر لكن هذه الطقوس ليس من فراخ هذه الطقوس تدور كلها حول العدل والإسلام جاء بالعدل كأعظم قيمة إسلامية وإنسانية والحقيقة أنا من الذين يعتقدون أن الحرية هي جزء من العدل وليس هي خارج العدل وعندما استمعت أو قيل لي هذا الكلام مثلاً أنه قال تسمع وتطيع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك فكنت غاضب في الحقيقة من نوخة خاصة بعد أن تبعت الفتوى أو استمعت للفتوى بمناسبة الحرب على قلزة ولكني أشهد أني عندما راجعت له كثير من التدخلات والفيديوهات وجدت عنده نقل للحكام بل بالعكس عنده مقولات تقول بأنه نصيحة الحكام علناً نعم إذا كانت أخطاء الحاكم علناً وبالتالي قد يكون مواقفه أحياناً تتغير وهو يعرف شيخ ناصر الألباني بأنه حاد للطبع ربما أحياناً يكون أميل إلى لأنه من بعض تهمه حتى بأنه مرجع وهذا ليس صحيح في الحقيقة والمرجع هم الذين يقدسون الحكام طبعاً اليوم عندنا أسوأ بكثير من المرجع اللي هم المداخلة اللي هم خوارج على الآميرون بالمعروف وأنه نع المنكر ومؤلهين مش فقط مؤلهين للحكام وبالتالي استطيعنا أقول أن ناصر الدين الألباني ليس كعلماء السعودية الذين قدسوا النظام السعودي أو على الأقل اعترفوا به وهم يعرفون أنه نظام إجرامي منذ أن قامت سعودي مش حتى فقط منذ وصول بن سلمان بعض علماء السعودي لأن الأحرار منهم رفع السجون وبعضهم قتلوا داخل السجون وبعضهم فقدوا عقولهم داخل السجون وبعضهم عذبوا عذاب النكرة داخل السجون لكن عملاء العلماء اللي هما عملاء رسميين عملاء ولا عملاء رسمية أنا ناصر الألباني بالعكس تآمروا عليه في السعودية ولم يتم به الأمر كثيرا هناك لم يطلبه الأمر وغادرها لأنه كانت عنده مواقف تزعج النظام السعودي وبالتالي ربما ما قلته المرة الماضية بانتقاد شديد له ربما لم يكن صائبا تماما وربما يعني يبقى أنه عالم مع عثرات وطبعا عنده عثرات أخرى عنده فتاوي أحيانا شادة جدا مثل فتوة فتوة تحريم الذهب على النساء مثلا هذه من الفتاوي الشادة جدا وفتوة الخروج من فلسطين وبعض أين يظهر أو أين يبدو عليه وكأنه مع الحكام أو يواليهم حتى وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك إلى آخره لكن إجمالا هو عالم في مجاله والحقيقة أنه قد دفعت ثمن من بعض السفهاء التابعي لآل سعود وغير آل سعود هذا فقط لأني كما قلت لم أجد وقت لكي أأتي بكل التفاصيل ولكن هذا هو رأي فيه أنا ما يحركني في الحقيقة وفهمي للإسلام وأدعو الله أن يكون فهما دقيقا وصحيحا هو أن الإسلام جاء ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد كما قال أحد وضماء الصحابة عندما قابل قيصر روم إلى ذكرتي جيدا ولذلك أنا لا أعتبر إنسانا عالما في الدين إذا لم يكن ضد الطغة لأن جوهر الإسلام هو رفض الطغيان وأنه لا يستقيم إيمان بدون رفض الطغيان ولذلك جاءت آية بعد أعظم آية في القرآن الكريم وهي آية الكرسي جاءت آية تعتبر أن الكفر بالطغات والطغيان هو يسبق الإيمان بالله وأنه لن يكون هناك إيمان بالله إذا لم تكره وتعارب وتناضل وتقاوم وتجاهد الحكام الطغات على الأقل بالكلمة هما الكلمة ولم يعودوا يقبلونها مع أن الأصل في الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهي على المنكر ولدينا لهم أذناب وأتباع يقول لك والو حتى في قلبك ما تقولش عليه الكلمة هذا ليس الإسلام هذا ليس دين الإسلام دين الإسلام هو الدين جاء لكسر الطغات والطغيان وإذاك تجد في القرآن الكريم أن أكثر قصة وأطول قصة تكررت بشكل كبير جدا إلى درجة أن أحد أطرافها وهو الطاغية فرعون ذكر أكثر من ستين مرة في القرآن كين أنبياء لم يذكروا أبدا ورسل لم نسمع بهم ولم يذكر وكين أنبياء ذكروا أو رسل ذكروا مرة أو مرتين في القرآن كله بل أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يذكر إلا أربع مرات في الرسالة التي جاء بها بينما الطاغية فرعون ذكر أكثر من سبتين مرة لماذا؟ لأن هنا رسالة واضحة وعندما ذكر ستين مرة فكانت كلها للهجوم عليه بشدة حتى لما قالوا في آية من الآيات قل له قولا لينا لعله يذكر ويخشى أتبعها مباشرة بما أننا تعطيه إندار في الأول أو تكلم معها بالحسنة في الأول أتبعها مباشرة فيما بعد بهجومات لا تتوقف على الفرعونية والفرعونية تتكرر دائما وربما اليوم لدينا أقزام لم يصلوا إلى الفرعونية في حضارتها المادية ويكفي فرعونية مثلا بنات الأحرامات لماذا زالت محير العالم ومع ذلك شوف الفرعون القزم هذا تعمصر أو الفراعنة اللي عندنا إحنا الأقزام اللي في الجزائر أو غيرهم في دول أخرى ففي مفهومي أن العالم يجب أن يعارض الطغاة والطغيان ومن هو أشد طغاة وطغيانا اليوم في أوطاننا من هؤلاء الحكام شكرا